مكتنع بفايلر؟ اه بجد اه والله حتى بعد اللي عمله في مارش الزماني يا عم يبص سيبك من الستوديوات التحليلية اللي كل عمال يخبط ويزبط انا مميبصش والله والله شوفت مانا بقول لك والله ما شوفت مكتنع بيه ليه عشان تصدق مكتنع بيه ليه وعنده رمضان صبح وما لعبوش؟ لا عنده حسين الشحات وما لعبوش؟ لا احمد الشيخ مش كان مصاب؟ بس عايز اقولك حاجة مانا بقول لك اهو؟ جيرالدو وليد سليمان يا عم جيرالدو ده بيسبق كورة ده مش لعين كورة ده مفروض الناس اللي جابته يتحكمه لازم يتحاسبه انا بكلمك على مش عاجبك جيرالدو لا طبعا انا بكلمك على اللي هو موجود حاليا انا قلتلك حسين الشحات موجود؟ يعني كان عاجبك تشكيله؟ جدا وطريقته ولو خطف جنف الاول كان ركب الجيم بس هولي طبعا الفراود ده اللي هما كانوا قاعدين وبيتكلموا بقولك ايه ازاي يلعب بحمد فاتحي وديانج والسولاية اه طب ما هو بيلعب بالتلاتة دول يقفل الملعب عشان يدي مساحات لعلي معلوله ومحمدان يطلعوا وهم بيعتمد على الكورات بتاعتهم اللي باتجي حطها وابو جبل طلحها واللي تعاملت ورجع والسولاية شاطها وامجي الراجل ابو جبل طلحها وبعد كده الكوروس اللي تعامل وطلع بدي وحطها وجد في القائم مش كان كل ده والنتيجة صفر صفر لو واحدة دخلت من دول هي تغير وكنا قلنا عبقاري بلاش الشوت الاولاني خلص واحد صفر عمل تغييد تاني الشوت التاني قلب بيوم المباراة وامتلك زمام المباراة وما خلاش الزمالك يعد من نص الملعب حصل لغاية ما جاب الجون بعد كده بقى من عند ربنا ان الزمالك جاب الجون التاني يعني الزمالك لا يستحق الفوز بمورات الاهلي لا في توفيق وهم كانوا مركزين وربنا اداهم اربع فرص جابوا منهم ثلاثة أم الكارتيرون يعمل ايه في مطش كمة كارتيرون في ايه يعني مطش كمة يعمل ايه بقى لما انت فيلر عجبك الكارتيرون ايه بقى او ظن عجبك اوي لا طبعا لا انا قلت ساعتها الديني حظ ورميني في البحر اه يعني ايه الدين حظ ورميني فيه ايه كورت القدم فيه كورت القدم كده اه اه هو محظوظ على النادي الاهلي بدليل كان فيه مطشك كتير الزمالك بلع قدام الاهلي يا راجل ده انت فيه مطش مطشك اللي انت جبت فيه جوه كان الزمالك عامل ايه خسرنا تنوع بتعكاس مصر بتعكاس مصر ده كان فيه كورة حتى الناس اللي غيرت نزلت بعدين انت عندك خمس تغييرات قل لي هاتلي تغييرة فرقة غير بتاعت انجمي بس اللي عملها له بنشرقي بموجود فردي سواء الجنى الاولاني او الجنى التالت وطبعا جمه الصفة محمد طبعا عالمي بس توفيق بس دارس قديمة ايه وقديمة ايه في الكورة الحديثة ما ديش حاجة اسمها تثبيت تشكيل والله اه والله الكلام ده ايام عبدالصالح الوحش ورجال اللي هي القديمة انما دلوقتي مفيش حاجة طب انت مثلا دلوقتي لسه بيقول عمشافي لما تصاب سبب التعادل ينفع لا طبعا طيب هو ده بقى تثبيت التشكيل انت لازم بقى عندك البديل والبديل والبديل اللي هو التالي كمان يعني كانت لهم مش عاجبك لا طبعا هي ماشي معا حاجب بعد ما فاز على الترجي يا عم فاز على الترجي ايه بس كنت انت نفسك ايالي ان انا كنت واسك ان الترجي هيكسب الزمالك ومش انت بس المستشار مرتضى وكل جماهير الزمالك لا بس انا امترجش لا قلتلي برا في القوت فانا بقولك ان اي حد ما كانش متوقع ان الترجي بطل افريقيا افوت هل افوت هل بطل افريقيا سنتين وارا بعد وانت كنت ملطش في الدوري والمستوى ما كانش كويس هو ده توفيق من ربنا كانت تخوف الرجالة كانت خايفة بص لعبت الزمالك منخفة من المطش فركزت اوي فربنا كرمه حلوة اوه والتانيين بقى طبعا نازلين انهم ما يكسبوا كده كده طب ليه الزمالك منكست في مطش المقولين لان الفرحة كانت يعني ما من حقهم افرحوا لان طبعا بعد الاوتوبيس وبعد التريقة اللي خدوها والكلام دوت فكان لازم يبقى في فوز عشان يردوا بيه على كل الكلام اللي هم الفترة اللي فاتت ده عماد الناس